أحبابنا الكرام صلاح الدين كان محافظا على صلاة الجماعة ما ترك الجماعة لا في سفر ولا في حضر فنصره الله رب العالمين أعطى مرسوما بيانا لكل المؤذنين وأمرهم بأن يعلنوا ذكر العقيدة الإسلامية في كل ليلة على المنائر العالية في المساجد لأن السلطان صلاح الدين رحمة الله عليه كان سلطانا على بلاد الشام لبنان وسوريا وفلسطين والأردن وعلى مصر وعلى اليمن والإمارات وقطر والبحرين وعمان وعلى مكة والمدينة والطائف وعلى الرياض وبريدة والدرعية كان سلطانا على هذه البلاد رحمة الله عليه كان عادلا اهتم بجمع قلوب المسلمين على عقيدة واحدة فلما اجتمعت هذه القلوب جمع سواعدها وشمروا جميعا عن ساعد الجد فحرروا بيت المقدس السلطان صلاح الدين الأيوبي أمر كل المؤزنين في كل هذه المساجد أن يعلنوا في كل ليلة قبل أزان الفجر بذكر العقيدة الإسلامية هناك رسالة ألفت في بيان العقيدة المحمدية عقيدة النبي وأصحابه وأهل بيته يقال لها العقيدة المرشدة أمر صلاح الدين المؤزنين أن يعلنوا هذه العقيدة في كل ليلة قبل أزان الفجر وفيها هذه العبارات الله موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان إلى آخرها في كل ليلة المؤزنون يعلنونها قبل أزان الفجر فالعلماء سروا بهذا ما قالوا لصلاح الدين يا صلاح الدين مللنا أصابنا الضجر ما قالوا لصلاح الدين كف عن هذا الناس تعرف كف عن هذا الناس تتشوش يا صلاح الدين ابقى على هذا في كل شهر مرة أبدا بل قالوا جزاك الله خير الجزاء لأن المسلم لما يسمع ذكر الله وتوحيد الله قلبه يفرح وأما المنافق لما يسمع ذكر الله وتوحيده وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات قلبه ينقبض ويتضايق وينزعج والعياذ بالله تعالى صلاح الدين نصر الدين ونصر عقيدة المصطفى محمد الأمين فنصره الله رب العالمين صلاح الدين كان من الأشاعرة الشافعية كان على العقيدة الحق على نفس العقيدة التي نعلم بحمد الله رب العالمين وأما الماتوا ريدية فكذلك هم من أهل السنة والجماعة ومنهم علماء وفقهاء ومحدثون ومفسرون ومنهم السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية الذي ورد مدحه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش نعم مدح رسول الله فاتح القسطنطينية وكلنا يعلم أن الرسول لا يمدح إنسانا يحمل عقيدة فاسدة تخالف عقيدة الأنبياء فإذن السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية بعد تسعمائة سنة من الهجرة كان على العقيدة الحق على عقيدة رسول الله ملتزما بشرع رسول الله لذا مدحه رسول الله فما هي عقيدة السلطان محمد الفاتح كان يعتقد ويعلم ويأمر المشايخ أن تعلم أن الله تعالى موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان فهذه بشارة عظيمة لكل من يعتقد هذه العقيدة أنه على حق وأنه على عقيدة رسول الله وعلى عقيدة أصحابه وأهل بيته وأنه على عقيدة الأنبياء والمرسلين وعلى عقيدة الملائكة المقربين فيا ربنا سبتنا على هذه العقيدة حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا وأعنا يا ربنا على تعليمها ونشرها بين الكبار والصغار ولا سيما على تعليم أبنائنا هذه العقيدة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وسبحان الله والحمد لله رب العالمين